فكما تعلمون هذه الإشكالية التي تفضلت بها إشكالية كبيرة التي هي مطروحة والتي هي مرتبطة بعديد من القضايا ونحاول الخصاب بسرعة أولاً أن هناك كما تعلمون مجموعة من الصفاقات التي تم عقدها لولوج الموانئ الوطنية هذه البواخير شركة مختصة في جرف الريمال غير أن الأخيرة تعرضت لصعوبات مالية أدت إلى فتح مصطرات تسوية القضائية ضدها كما أنها تعرفون نزاعاً قضائياً بين ورطة مالكيا السابق ومالكيا الحاليين قامت الوزارة من خلال وكال الوطني الموانئ بسلك جميع المصطر القضائية اللازمة من أجل رفع الضرر الذي تشكله تلك الوحدات المتركة على حركيات الموانئ حيث تم اصددار أوامر قضائية قضت ببايع بعض الوحدات بالمزاد العلاني ووضع تمار البيع بصندوق المحكمة لفائدة من نوالحق فيه وذلك وفقاً لمقتضيات القانون المتعلق بشرطة الموانئ في حين أن مصاطر أخرى لا زالت رائجة أمام المحاكم المختصة وذلك بسبب فتح مصطرات تسوية القضائية أثناء مباشرة إجراءة تنفيذ الأوامر سريف الدد تم صدور أوامر قضائية جديدة قضت بإيقاف مصاطر تنفيذ أمر الذي دفع الوكالة إلى التماس رفع إيقاف تنفيذ والسمح لها باستكمال إجراءات البيع القضائي لما تشكل ذلك تلك السفون من تهديد في المنظمة المينائية غير أنه تعذر عليها تنفيذ ذلك لعلّة فتح مصطرات تسوية ووعين منها بأهمية هذا المينف بادرت الوكالة بمراسلة سنديك تسوية وكذلك سيد رئيس المحكمات التجارية قضت سريع باية الوحدات المعنية وفق المصطرات المنظمة لتصفية وشكرا مشكلة جد كبيرة ولكن فيه واحدة المنفعة العامة كتعرفوا بأن هذه الشركة جرف الموانئ أو البواخي اللي هي مختصة في جرف الموانئ هي واحدة الشركة التي تسات سنة 1984 من طرف الدولة والتي تم الخوصصة ديها سنة 2007 الكل كعرف سيد الوزير بأنه اليوم من أهم الأنشطة داخل الموانئ هو جرف الموانئ لأن الموانئ المغربية كلها خصها وحدة الصيانة سنويا وخاصة الموانئ جل جنوب بما فيها ميناء طانطان وكننا عرفوا الحديثة جل ديك الباخرة ناقلة النفط لحرارتات في الميناء جل طانطان نظرا تراكم جل ريمار وماكينش لبواخير جل جرف لغاية تكون كاريتة طبيعية للشواطئ المغربية كذلك الميناء جل سيدي إفني الميناء جل بوشدور الميناء جل العريش وحدة الموانئ كذلك في الشمال اللي سنويا خصها الجرف ديها واللي اليوم بتوقف ديها الشركة راكي تقام واحدة ميزانية ضخمة على الوكالة الموطنية للموانئ اليوم سيد الوزير كان عرفوا هذا البواخير هذا الأمر ماشي كيهم الوزارات ديالكم كيهم كذلك الوزارات ديال النقل واللوجستيك لأنها بواخير مغربية تحمل العالم المغربي وشفنا التوجهات الأخيرة ديال صاحب جلال الله ينصره في الخطاب الأخير بمناسبات المسئلة لليوم كيش جاع بسكون واحد دراسة حولها بواخير مغربية سواء بواخير تجارية أو بواخير ديال الخدمات لمنها ديال الجرف اليوم هاد البواخير اللي كتعتبر ام باتخيموان ديال المغرب ديال الدولة المغربية رغم أنها ديال واحدة الشركة راها اليوم ستتباع في المزاد العلاني أول واحد اللي غياخد بحسبتكم دائنين لهذه الشركة أول واحد اللي غييتخلص هو الدولة المغربية عن طريق الوكالة الوطنية للموانئة وشماكي باشيكم السيد الوزير في العظمية البواخير تشريهم شركة أجنبية اللي هي مختصة في المتلاشيات وفي تخطيع ديال هذه البواخير تخطيطهم الدولة ودير واحدة الشركة مع الشركة مع الخواص وتخدم لأنك هنا واحدة نيسي سيتي دياله دغاقاج ضروري احنا المغرب غيرين بقون دراجيو في الموانئ ديالنا وكذلك هناك استثمارات استثمارات أخرى أكثر من ذلك سيد الوزير اليوم هاد الحكومة اليوم عندها الحمد لله الجرأة في إيجاد الحلول واحدة المجموعة ديال المشاكين كنا جرأة سياسية اللي هو مهم في هذه المشكلة هذا هو 800 منصب شغل ربعين سنة من تجريبة ديال الملاحة وديالجرف الموانئ اللي سنسمحوا فيها السيد الوزير أكثر من ذلك إلى اليوم هاد البواخير اتبعت ومشأت المتلاشيات وفكرت الدولة المغربية أو الخواص باش تبني مثل هاد البواخير راه تامن ديالها استاد المرات السيد الوزير باش تشرت هاد البواخير النهار الأول راه اليوم تامن ديال البواخير تضرب استاب إذن كيفاش غاد يكون واحد عبع على الميزانية دولا كنتلبوا منكم في إطار الحكمة اللي كتجلوا بها السيد الوزير وتجريبة ديالكم في تسير واحد المجموعة ديال المؤسسات العمومية والاستثمارية أنكم تفكروا الله يخليكم وتأخذوا أكثر من الوقت باش كيفاش يتدبر هاد الميرف لانك نشوفوا بأن اليوم العالم المغربي 19 الباخيرة اليوم المتواجدة في واحد المجموعة ديال الموانئ المغربية هناك ميناء راس الماء ميناء العريش ميناء الضربضة ميناء الجرسفر كلها فيها هاد البطولي هما أبندوني واللي كيشكلوا اليوم خطار داخل الموانئ لأن منك يكون الرياح ولا كتكون هايجان ديال المحر كتكون مهددة باش تقطع الحيبال دياله وتكون الكاريتة بحالي كانت وقعت في الميناء ديال أقادير وتخيرت واحد العدد كبير ديال البواخير ديال الصيد شكرا فكما تعلمون هاد الملف هو ملف شائك يتطلبوا بالطبع الدراسة المعمقة ويتطلبوا أخذ بعن الاعتبار العديد من الأولويات الأولوية الأولى كما تعلمون وهو بالطبع هل إشكالية القضائية والتي هي في طور تسوية الإشكالية الثانية والنقطة الثانية وهو بالطبع العمل على تجنب أي ضرار على الموالي وعلى المواطنين والقضية الثالثة هي العمل كذلك على الضمان أن يكون هناك هاد المعرفة المتراكمة وهاد جربة المراد التراكمة أننا ما نضيعها بل أكثر من ذلك أننا نستمرها في المستقبل وهذا ما نعمل في اتجاهي وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر